ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله نتكلم مع بعض شوية عن حاجة مهمة جدا هي الفيتامينات اللي المفروض ناخدها في الحمل وكمان في فترة الرضاعة يعني من فينا مجلهاش هبوط ودوخة وانيميا وكمان نقص في الكلسي ومنقص في فيتامين دال بعد الولادة وفترة الرضاعة طبعا كلنا مرنا بالفترة دي وكمان تساقط شعر ودوخة وحاجات كثيرة جدا بتجنب سبب الرضاعة طبعا الرضاعة بتعمل ضعف عام في الجسم لو ما اهتمناش بنفسنا في فترة الرضاعة او فترة ما بعد الولادة يعني ولو ما اهتمناش بنفسنا كويس في الفترة دي فترة الرضاعة او فترة ما بعد الولادة عمتا جسمنا هيتعب وهنلاحظ بقى ان اسناننا بدأت تتأثر وكمان عضمنا بدأ ان هو يوجعنا اه انا عن نفسي مرد بالتجربة دي اه ابتدت اه رجلي توجعني وكمان لقيت اه ان اسناني بتتفاتفت اه بسبب نقص الكالسيوم طبعا الرضاعة بتسحب كل الفيتامينات والكالسيوم اللي في جسمنا اه فلازم نعوض الكلام ده فانا النهاردة هشارك معاك وتجربتي اه بالمكملات الغذائية والفيتامينات اللي انا ماشيت عليها فترة الرضاعة انا دلوقتي اه بقالي سنة بالزبط بردع الحمد لله وطبعا بحاول انك انا عوض كل الحاجات اللي بتنص عندي في جسمي بقى من الفيتامينات يعني والمعادن فانا حابة ان انا اشاركها معاك وبناء على تجربتي طبعا بس ما نفعش ان انت تستعملي اي حاجة او اي فيتامين من الفيتامينات دي من غير ما ترجعها للدكتور او الدكتورة بتاعتك طبعا لازم تستشيري طبيب علشان انا مش دكتورة انا بس بنصحك وبنقلك تجربتي مع الحاجات اللي اللي فادتني وفعلا حسيت ان هي فرقت معي في صحتي في صحة شعري وفي عظمي وفي اسناني كمان وفي بشريتي حسيت بتحسن حلو جدا في بشريتي علشان فطرة الرضاعة دي بتبقى طبعا فيها هرمونات متلغبطة شوية وممكن يجيلك اكتئاب ما بعد الولادة لقدر الله فطبعا لازم نتجنب كل الحاجات دي فالنهاردة هنبتدي كده مع بعض ولو لسه مشتركتيش عندي في القناة اتمنى منك تشجعيني وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله ويلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة مع بعض في الفيديو هي اهم حاجة واول حاجة ان انا اول حاجة يعني حبيت ان انا جيبها واسأل الدكتورة بتاعتي تكتبها لي هي الكالسوم علشان طبعا زي ما انتم عارفين ان الرضاعة بتسحب كل الكالسوم من عضمك ومن جسمك ولو بجد ما فيش حاجة اتعوض كل اللي بتسحب ده هتحسي ان انت بتعجزي بادري وبالاخص بعد ولتين تلاتة يعني انا دي كانت تلتة ولادة ليا طبعا ده تلت بيبي فحسيت فعلا ان انا عضمي بدأ ان هو يوجعني بيتش قادر ان انا امشي على رجلي كويس بسبب كل الفيتامينات اللي تسحبت مني في التلات ولادات يعني عمتا فلازم اهم حاجة واول حاجة اتخذيها في فترة الرضاعة هي الكالسوم انا جربت انواع كتير جربت كالسيترون وكالماكس تقريبا فيه بقى كالسي ماكس بلاص ده النوع للدكتورة كتبته لي والنوع ده حلو جدا هو مكمل غذائي وفي نفس الوقت فيه كالسوم وفيتامين دلس ري وصدف المحار هو بيقوي بجد الاسنان والعضم عايزة اقول لكم ان انا من بعد ما ابتديت ان انا امشي عليه كانت دروسي بتتفتفت يعني اجي قاعدة كده الاقي فرفيت في بقى كده من الاسنان والدروس مش عارفة بسبب نقص الكالسيوم بسبب نقص البيتامين دل فعمتا فانا جبت دكتورة كتبتلي المجموعة دي اللي هي مجموعة البيتامينات دي واولهم كان اللي هو الكالسيوم ده كان اسمه كالسي ماكس بلاص وبالنسبة الكالسي ماكس بلاص هو سعره سبعة وخمسين جنيه ونص العلبة فيها تلات شرائط شرائط عشر كابسولات بسبعة وخمسين جنيه ونص بتاخديه مرة واحدة بس الصبح يفضل يعني ان انت تاخديه مرة واحدة الصبح هو بيتاخد مرة واحدة بس في اليوم طبعا مفيد جدا للعظم والاسنانك وكمان هيقويك هتحس كده فعلا ان انت قادر ان انت عصابك تبقى كويسة وكمان عظمك مايبقاش وجهك على طوله بيسل عليك وكمان تاني حاجة مهمة جدا معنا هي فيتامين دال فيتامين دال سري كمان بالاخص ان هو برضو مفيد جدا لازم تاخدي معك كالسيوم وبيتامين دال هما الاتنين بيساعدوا بعض وبيساعدوا على امتصاص بعض يعني وكمان بيدو كفايدة اكتر فانا اخدت الجرع دي اللي هي عشر تلاف واحدة دولية فيتامين دال سري من فاش تزودي في الشهر عن 200 الف واحدة دولية فانت لو هتاخدي الجرع دي اللي هي عشر تلاف هتاخدي لمدة خمس سيام بس في الاسبوع وهتسيب يومين هتفوط يومين فانا كنت بفوت خمس وجمعة وباخد طول يعني خمس سيام وهسيب يومين في الاسبوع علشان من فاش في الجرع في الشهر الكامل تزيد عن متين الف. ده الدكتورة قالت لي كده. فانا بقول لكم برضو زي ما الدكتورة قالت لي بالزبط. ده البندي ده النوع ده حلو. وسعره كمان مش مش غالي قوي يعني برضو. برضو كان مرة الصبح فانا كنت باخدهم مع بعض كابسولة من الكالسيوم وكابسولة من بيتامين دلس ري. وعايز اقول لكم برضو سعره كان اربعة وخمسين جنيه ونص. بس يعني فيها برضو اه تلاتين كابسولة. البرتمون يعني صغير كده وفيه تلاتين كابسولة. والكابسولات بتاعتهم صغيرة قوي. فأهل حاجة في انه هو صغير ما بيدايقش في البلع ولا الكلام ده. اه فيه انواع تانية كتير من دلس ري. مش مش شرط تجيب النوع ده يعني. ممكن تجيبي اي نوع تاني اه انت حباه يعني من بيتامين دلس ري. بس ده النوع اللي انا بعمل. وتالت حاجة معي هي الماغنسيوم. الماغنسيوم ده اه هو حلو جدا. للي عندهم قرق اللي ما بيناموش بالليل. مش عارفان ينامو بيسهد اه قبل اه على النوم يعني بتغضيه قبل ما بتنامي بنص ساعة. بيسهد على الارتخاء كده وان ان انت تحس فعلا ان انت قادرة تروحي في النوم. في النوم عميك من غير بقى ما تصحي ولا الكلام ده. اهو زي ما انتم شايفين هو بيتاخد قبل النوم. كابسولة واحدة قبل النوم. اه حلو جدا الماغنسيوم وبرضو ما انت تغضيه مع الكالسيوم. لازم تاخدي كل اه واحد لوحده. فرق ما بينهم ساعتين او تلات ساعات. الدكتورة كانت ايلالي كده. فالماغنسيوم يفضل ان هو يتاخد قبل النوم. علشان اللي عندهم اراكم ما بيعرفوش يناموا بالليل. يساعدهم على النوم. وكمان لو انت مريدة اه مقاومة انسولين او عندك سمنة في منطقة البطن اه زي. انا اه بعد الولادة حسيت ان انا اه منطقة البطن عندي زي ده عن باقي جسمي. فطلع عندي مقاومة انسولين. وهي كمان اه الحمد لله يعني رجعتلي تكايرسات الموبايد تاني كانت عندي قبل ما احمل. ودعلكت منها. وهي لا حس ان هي رجعتلي تاني هي بسبب برضو بتسبب يعني السمنة في منطقة البطن عمتا. يبقى الجسم كله متناسق مع عادة منطقة البطن تحس ان هي فيها زي ده في الوز. فالماغنسيوم هيزبط معاك الدنيا يعني اللي عندهم مقاومة انسولين كده زي. فيفضل ان انت تاخديه زي مقاومة انسولين كده زي. فيفضل ان انت تانية برضو من الماغنسيوم ممكن ان انت ده اخدي اي نوع تاني مش شرط ان نوع ماغنسيوم بلاس ده. المكملات دي او الفيتامينات اللي انا بقولك عليها دي سعرها اه متوسط يعني ولا غالية ولا رخيصة طبعا في فيتامينات اه في نفس كده الانواع بس غالية جدا طبعا. انا اه بكلمكم عن تجربت انا جربت انواع غالية وجربت الانواع اللي هي الوسط دي فان دول اللي ماشي عليهم دلوقتي. كلما بيخلاصوا بحاول ان انا جددهم تاني يعني. حتى لو مش بجددهم مع بعض بس اه بتجيب الحاجات اللي هي الاهم بالنسبة لي. وربع حاجة معي هي الامي جسري. الامي جسري ده مش قادر اقولكو اه حلوة قد ايه في التركيز. يعني لو انت بتحس ان انت على طول تايها مش مركزة بتنسي. انا جاتلي فترة فعلا من الحمل بقى مش من اه مش من بعد الولادة. لأ من فترة الحمل. انا كنت ماشي عليه تقريبا من الشهر الرابع كانت الدكتورة كتبهولي لحد الولادة. وكملت كمان عليه بعد الولادة في فترة الرضاعة. اومي جسري جميل جدا. هو كده كده بينزل في الوزن. اه لو انت عندك يعني جسمك مليان وحب ان انت تنزل في الوزن. هو فعلا بيساعد على نزول الوزن. فحلو جدا حلو جدا في التركيز لو انت بتنسي. وكمال اللي عندهم دهون سلسية على الكبد. اه ما شاء الله هو عليك حلو جدا للدهون السلسية. بس بتغضيه تلت قرص لو انت من مريض الدهون السلسية اللي هي على الكبد بتغضيه تلت مرات في اليوم. لكن الجرعة بتاعته اللي الدكتورة كانت كتبهولي كان قرص واحد بس بعد الغضاء ويفضل بعد وقبة دسمة او فيها دهون علشان هو ما بيتهدمش غير مع الدهون يعني. يعني لازم تبقي اكلة مسلا حاجة فيها دهون سلطة مسلا عليها زيت زاتون او اي اكل فيه دهون حاجات مقليات مسلا اي حاجة فيها دهون وتغضي اومي جسري بعدها على طول او في وسط الاكل وما فيش مشكلة. اه جميل جدا انا فعلا فرق معي في موضوع النسيان وقلة التركيز ان انت تبقي احدة تايها كده ومش مش مجمع ومش مركزة وفعلا الاحساس ده هيجيلك على طول بعد الولادة ومع قلة النوم كمان وان انت بتصهري مع البيبي فهتحس ان انت الكلام اللي بيتقالك بتنسي بساعتها مش كمان بتستني يعني ان هو تنيوم وتنسيه لا هو بيتنصف ساعتها فا اومي جسري بيقولك الزاكرة وفعلا بيحسم الموضوع النسيان ده وقلة التركيز فعلا هتلاحظي فرق من اول اسبوع هتاخده كده تنتزم عليه اللي هو كابسولة بعد الغداء هتلاحظي فعلا فرق وخامس نوع معي من الفيتامينات هو نيوروفيت نيوروفيت ده عبارة عن بيت ناشر زي ما انتو شايفين هو كابسولة الفيتامين في بيت ناشر بي ستة و بي واحد طبعا فيتامينات بيها عمتا كلها جميلة جدا مفيدة جدا للاعصاب وكل الحوامل اللي بيشتكوا من عارق النسا والرجلين بتقف عليهم وهم نايمين وبيجي لهم تشنجات انا كنت بيجي لي تشنجات في صابع رجلي وهنا نايمة كانت بالصحيني مشدة القلم فنيوروفيت ده حلو جدا بتاخدي برضو كابسولة واحدة منه قبل النوم سواء حامل وبتعني من التشنجات دي او واقف رجلك ان رجلك بتقف عليكي طبعا من حمل بطنك ومن التقل بتاع البطن بتاع الحامل بتقدر ان انت تاخدي منه كابسولة قبل النوم مع الماغنيسيوم انا كنت باخدهم مع بعض حلوين جدا وبياول اعصاب بتحس ان انت قادرة تقف طول اليوم وقدرة طبعا تخدمي اطفالك وتعود شوفي شغل البيت وكمان لو بتشتغلي هيقويكي على المشاوير والنزول والطلوع اه نيوروفيت ده جميل جدا عشان هو مجموعة من فيتامينات بيه اتناشر مع بعض فانصحك برضو ان انت اه تجيبيه بس تستشيري طبعا اه دكتورة او دكتورك سعر العلبة دي كان سبع وستين جنيه ونص سعرها حلم جدا على كفائتها بجد وعلى نتيجتها اللي انت هتلاحظيها من اول شريط كده هيخلص هتلاحظي فعلا اعصابك بدأت تتشد لو انت من اللي عندهم عرق النسا العرق النسا اللي هو القلم اللي بيمسك من فوق الظهر كده من اسفل الظهر لحد نصف نص الرجل كده لحد فوق الرجبة بحاجة بسيطة تحس رجلك وقف عليكي بيضيعوا بجد فيتامين بي عمتا وفيه من الكابسولات دي فيه بقى ابر برضو بيت نواشر اسمها تقريبا برضو نيوروفيت او حاجة كده تانية يعني مؤربة للاسم برضو الابر دي حلوة جدا برضو كنت مشيت على كورس بس اللي علبة مش معي دلوقتي كورس كنت باخد كل يومين ابرة آآ لمدة اسبوع وفعلا وقفت برضو معي اللي هو تعب الاعصاب ده والتشنج اللي بيجي في الرجل بسبب برضو الحامل والرضاع فانصحك ان انت تجي بيه وكمان معي آآ اهم حاجة للمناع طبعا مين حامل ومجالهاش ذور برد وجالها بقى زكام ورشح وحساسية امف وحساسات جيوب امفية طبعا كل الحامل المعرضين وكمان اللي بتردع بطبع منعتها ضعيفة فانصحك ان انت تجي بي اي نوع زنك عندك علشان يقول مناع وكمان يكون معاه فيتامين سي النوع ده حلو جدا اسمه زائت زنك هو مكمل غزائي بيدعم الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي وفي عشرين كابسولة ممتدة المفعول فعلا جميل جدا للي عندهم دور برد بقى دور برد او زكام ومناخيرك تتقفل عليك وانتي طبعا حامل ومش قادرة ان انت تتنفسي ومش قادرة ان انت تعملي حاجة فانصحك ان انت تاخدي اي نوع زنك وفيتامين سي علشان يقوه عندك المناع ويحموك كمان من ادوار البرد اللي هي بتجي في الحامل وفي الرضاعة وكمان في هنا فيتا سيد ده برضو ده فيتامين سي ده الراس فورة بتاخدي القرس كده بتحطيه في نص كباية مية وبتدوو بيه وبعد كده بتشربيه برضو حلوة جدا لادوار البرد وللمناعة برضو زي ما انتم شايفين كده هو بيحمي يعني عمتا وبيديكي مناعة حلو برضو كنت باخده معاه اا لو جالك برد جالك دور برد تقدر ان انت تستعمليه امن جدا في فترة الرضاعة وفترة الحمل كمان الفيتامينات دي كلها تقدر ان انت تغذيها في فترة الرضاعة وفترة الحمل الاتنين وكمان اخر حاجة معنا بقى حب ان انا نكلمكو عنها النهاردة هو بوسط للعضلات ومساكل الالام يوفرين ده اا البرشام ده بجده حلو جدا اا لما خلاص بقى بتبقيت تعبتي مسلا من يوم طويل مع الاطفال وانت تعبانة وحامل ضهرك بقى بيبقى واجعك عندك صداع اا حاسة بشد عضل مسلا جالك اتما زأتي جالك شد عضل جالك اي حاجة تقدر ان انت تاخذي واحدة مسكن من المسكن ده هو مسكن وبسط للعضلات في نفس الوقت بس ما ينفعش تاخذي اكتر من واحدة في اليوم اا وما ينفعش كمان ان انت تاخذي كل يوم هو يعني كل كم يوم كده كل فترة لما تحسي خلاص ان انت عضمك واجعك ومش قادرة تقدر ان انت تاخذي منه كابسولة تحفى بجد عن تجربة اا جميل جدا اكتر مسكن نفعني يعني انا كنت بياخد فترة الحملة كلها ده انا بكلمكم عنه ده فترة الرضاعة دلوقت اا 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 كنت باخد بقى فترة الحملة اللي هو بنادول الازرق وكمان اا كنت ساعات لما بنادول الازرق ده كان ضعيف الصراحة معيه ما كانش بيعمل معاي حاجة مع الصداع بقى وواجع العضلات وقلم الجسم يعني عمتا فكنت بياخد بنادول اكسترال اللي هو الاحمر هو كان بيريحني فعلا وكان كويس جدا بس مدر يعني كتشفت ان الدكتورة بعد كده قالت لي لا غلط ما يفعش ان انت تغذيه وما يفعش ان انت تكتري منه فوقفته خالص فكتبت لي على النوع ده ان انا ممكن اخده بس الكلام ده بعد الولادة يعني عمتا ففضلت فترة الرضاع فترة الحملة يعني كلها كنت ماشي على بنادول اللي هو الازرة وبعد اما ولدت الحمد لله بقيت لو حسيت باي قلم او اي صدوعة جامد اخد اللي هو مساكن الالم ده اللي هو ميوفين ده وباصلت للعضلات في نفس الوقت هقول لكم هو سعر عام الكام العلبة عملة اربعة وثلاثين جنيه ونص اه مش مش غالية يعني ولا حاجة سعرها كويس جدا وكمان تكتو حلوة جدا لخلاص يعني لما تبقي خلاص كده على اخركم مش قادرة من شدة الصدع وشدة الالم في جسمك ان هو فعلا يفوقك ما بيشتغل في خلال عشر دقايق وكمان لو بتعاني من قلم اسنان او اه واجع بقى مسلا اتمزقت رجلك مش قادرة تمشي عليها اي قلم عمتا طبعا معرضين الحوامل المرضوات اللي هو يعني يجي لك اي مقلم كده فجأة ما تبقيش عارفة ان انت تفوقي او تقدر تقومي تشوفي بقى شغل البيت اللي وراكي او تشوفي اطفالك فتقدر ان انت تاخذ منه كابسولة واحدة بس في اليوم زي ما قلتلك ما ينفعش ان انت تزود عن كده حلو جدا وهيرياحك وده كان فيديو النهاردة ودي كانت الفيتامينات اللي انا كنت ماشي عليها في فترة الحمل وكمان ماشي عليها دلوقتي في فترة الرضاعة وزي ما قلتلك ما ينفعش تاخذ حاجة منهم غير لم ترجع للدكتورة بتاعتك تستشيري طبيب سواء طبيب دكتور بقى صيدالي او دكتورتك اللي ايه دكتورة النسا عمتا في فترة الرضاعة وفترة الحمل علشان الحاجات دي انا باخدها الدكتورة كانت بهالي بس طبعا انا مش دكتورة فانا بنقلك بس تجربتي معاها وايه الحاجات اللي فدتني تقدر ان انت تاخذي اساميهم وتسأل الدكتورة بتاعتك او اتمنى الفيديو يكون عجبك وتكون استفدت ولو بمعلومة بسيطة ولو لسه مشتركتش عندي في القناة اتمنى منك تشجعيني وتشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان اني وصلك كل فيديو جديد انا بعمله ولو حب ان انا عملك ريفيو او حب ان انت تسأليني او تستفساني عن اي حاجة اتمنى منكو تسيبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم انا برد على كل الكومنتات الحلوة وكمان بقرأ كل كومنتاتكم واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير واسبكم فرعية الله مع السلامة